خلينا نشوف قراءتنا لبرج الميزان والقراءة بتاعتنا عاطفية ان شاء الله بس النهاردة فخلينا نقول لأصحاب برج الميزان ونبدأ بدايتا للي من برج الميزان في علاقة ثلاثية أو بيعانهم من علاقة ثلاثية بيشوبها التوتر دايما بيشوبها عدم الارتياح دايما نفسكم تبقوا لوحدكم في قلب حبيبكم نفسكم ان انتم تبقوا محدش شريككم محدش له في حبيبكم شريك سبحان الله يعني فانا حب اقول لكم ان هتكون لكم النصرة والغلبة وهتقدرهم تستحصلوا على الامنية الغالية ديت بانكم تكونوا في قلب حبيبكم لوحدكم حبيبك شايفك ازاي شايفك شخصية داعمة وبقوة شايفك شخصية مرحة حبوبة محتاج ان هي الواحد يتعايش معها الواحدها يعني ما يكونش فيه شركة تانين في الشخص لأكتر من حبيب فان شاء الله بالنسبة ليه أصحاب الغالقة الثلاثية دي قرأتهم النهاردة تمام؟ بالنسبة ليه العزاب ومتأخرين الزواج من برج الميزان فان شاء الله فيه عودة للحبيب واللي هو مسافر او من بلد تانية وفيه بعد وفيه مسافة بينكم وبينه او كان فيه فرقات مادية وقدت لسفره عشان خطر يحسن المسألة المادية بتاعته عشان الاهل يرضوا به فبرضو ان شاء الله بمشيقة الرحمن بالنسبة ليه العزاب فان شاء الله كمان فيه رجوع وفيه فيه فرصة كبيرة جدا لإقامة عائلة جديدة وإقامة أسرة وتأهيل أسرة جديدة للحياة السعيدة ان شاء الله فيه عندكم أفراح واستماع لأخبار طيبة جدا بهذا الخصوص هتأدي كتير لسعادة عندكم والإحساس بالنشوة كده والإحساس بأن ربينا حقق أحلامكم بعد الفترة وبعد الزمن اللي انتم قعدتم صبرين وبتستنوا فيه تحقيق هذا الأمل يعني تمام بالنسبة ليه من برج الميزان واللي تم انفصالهم وتم بعد الحبيب وتم إغلاق الحدود أو المسافات بينكم وبين بعض افل على نفسه جامد خلاكم أنتم تحسوا أنتم الوحيدكم منقطعين عن الدنيا وعن الحياة الحياة عندكم صعبة جدا حاسين بأنكم فيه ألم فيه حمل حاسين أنتم كبرتم بالزمن سنين طويلة والمسألة دي مسبب بالكم مدايقات كتير والإحساس بأنكم يعني اتجرحتم جامد إن شاء الله فيه فرصة لتحسين العلاقات وفيه فرصة لرجوعه ولكن يعني المرضوض هيبقى عندكم أنتم هتبقوا صعدة ولكن بعد شوية هيقديل الألم أو الإزعاج لأنكم هتكتشفوا تغيرات كتيرة في قلب الحبيب وعقله وده هيزعجكم جدا هتقوموا باللجوء لأصدقاء أو صديقات مقربين لكم علشان يعاونوكم في اكتياز الأزمة ديت والتعاود التاني على الحبيب بطباعه الجديدة اللي بعد البعد بقت غريبة عليكم فإن شاء الله إن شاء الله هيكون فيه مساعدة ومعونة كبيرة جدا من الصديقات والأصدقاء وفيه نجاح كبير إن شاء الله للعلاقة ديت بعد الرجوع فما تقلقوش وصبر مهما طال وآخر من شاء الله ربنا هيجزيكم كل الخير وكل السعادة بالنسبة للي من برج الميزان واللي اتعرضوا للخيانة والغدر واللي اتعرضوا للإساءة ليهم وهما ما كانوش جاريين إن بتتم خيانتهم أو بتتم زي ما بيقولوا كده الإقاع بيهم أو إنهم بتنصب لهم مكيدة أو إن الحبيب إنسان غير كفوق أبدا وغير مستحق لحبهم وغير مستحق للتضحية من أجله وده سبب لهم قلم كبير قوي إن شاء الله ليكم تجديد للحب مع حبيب جديد يستحق حبكم إن شاء الله فيه مدوية لجراحكم فيه استشفاء للقلب مع حب جديد مع حياة جديدة طبعا اللي هيقوليه طب إحنا عايزين للحبيب القديم نتحرين نروحوا للحبيب القديم أنا ما عنديش أي مشكلة معاه ولا عرف ولا عرفكم عشان بس بيجي لكم منتات غريبة غريبة يعني بجد فطبعا عايزين نقول إن هيكون في حياة جديدة وبناء جديد وهيكون مسمر وهيكون سعيد عليكم في الحب بالشكل دول تمام برغم اللي الجرح كان كبير ولكن ربنا بيداوي الجروح بأطيب وأحسن طريقة أنتم ما تتخيلوهاش وإن شاء الله ربنا هيبعث لكم الفرج وهيبعث لكم الحب اللي تستحقوه اللي يستحقوكم لو أنتم رغبين في حياة جديدة وبداية جديدة خلاص برضو قراءة أو يعني نوعية برضو أو عدد من أعضاء برج الميزان واللي عانوا معاناة جديدة وأدت للانفصال في الآخر بسبب تدخل الأهل سواء من الطرف الزوج أو من طرف الزوجة أو من الطرف الحبيب أو طرف الحبيبة تم التدخل في حياتهم بشكل قاسي جدا وإبعادهم عن بعض وفركشتهم وفررتفرقهم والموضوع كان مسبب لهم ألم كبير جدا جدا وقد كده هم كانوا بيتمنوا السعادة وكانوا بيرضوا بقليلهم وكانوا عايزين أقل حاجة علشان يقدروا يعيشوا مع الحبيب وكانوا هيعيشوا ولكن بتدخل هذه الأطراف الخارجية أطراف رجالية وإنسائية من نفس المكان فقدم إلى الفراء والبعد والفرقة أنا شايفة لهم إنساء الله إن شاء الله يا رب بعد لهذه الأطراف ورحيل ليها وإنها مش هتفضل معهم أبدا وإن ربنا هيقدي إلى الفرح والسعاد اللي هيشوفوه في دنيتهم وربنا هيبعت لهم اللي يكمل فرحتهم وهيرجع لم الشامل وجو الأسرة وفيه بعد جديد للأشخاص اللي كانوا متسببين في الانفصال أو اللي متسببين في القرهية والبعد بالنسبة للأحباب فإن شاء الله ليكم رجوع وإصلاح وخلينا مع بعض في كل حالة من حالات برج الميزان الحالة بدايتها تشخصها حلها ومصيرها محدش يشوف كل على أنه وممكن برضو يكون كل يمثل شخص واحد ولكن علشان ما يحصلش بعد كده تضرب ويتقال أي حاجة كل حالة وليها قرائتها عشان هي قراءة عاطفية فقط فهي متعددة لأصحاب البرج بنجيب القلب من كل اتجاهات لجميع أصحاب البرج خلينا نقول فيه بقى نوعية تانية عدد من أفراد برج الميزان تم الإقاع بيهم وبعدهم وانفصلهم عن حبيبهم بسبب الكلام واللوك لوك وناس اتدخلت وناس بلغت كلام غلط وناس دخلت وفشكلت الدنيا وناس حاولت أن هي تبوز العلاقة بينكم وبين بعض لحد ما تم الانفصال والبعد وبعد تام من الحبيب اللي تسلل من الحياة من غير ما يتكلم من غير ما يقول حصل ولا وصل ولا جلني كلام لأ هو بالعكس جرى ومشى من غير ما يسأل ولا يستفسر ولا يستوضح الأمر فجأة بدأ بالاختفاء تدريجيا وبعدين فجأة هب مع انتوش لقتهم نتيجة كلام ناس ونتيجة مكايد وقائع وحاجات وحشة كتير حصلت حسيتوا بالألم والغدر والخيانة والخديعة ازاي ان انا ساب ازاي ان انت تسابي بس حياة كانت صعبة جدا الموقف ده وجعكم جدا 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 طيب اكملا لوت طبعا انا بسحب من الورق زي ما انتو شايفين اهو بصوا الورق اهو زي ما تفرنت لبرج الميزان انا بسحب منه الورقة اللي بتكمل قراءتي وانا بقول بقوم ضيفها للقراءة بتاعتي تمام عشان الناس اللي بتقول انت ما بتفرنشش ورق قدامنا انا ما بعملش اي حاجة من وراكم وما بغشش تمام خلينا نقول دول هيبقى ايه طبعا عدالة وكرمة شديدة اللهجة زي ما بيقولوا هتترد للحبيب اللي غدر وبعد من غير ما يستفسر ومن غير ما يدوكو العذر ولا يسألكم حصل ولا ما حصلش فطبعا القرمة هتاخد حقها وزي ما اتعمل فيكم هيتعمل فيه اه وهيكون في عدالة تمة ليكم ان شاء الله واسترجع لحقوقكم كاملة ان شاء الله وطبعا هيرجع لكم هيستندم وانتوا في اللحظة دي اللي هتقدروا تقولوا عايزينه او لأ طبعا لو انا هيبقى لأ او مليون لأ بس انتم محدش يقدر يسيطر عليكم ولا حد يقدر يملي عليكم تصرفاتكم اه خلينا نقول حالة اخيرة من حالات جرج الميزان وهي الحالة الاخيرة اللي هي تأخر الزواج تأخر الزواج بسبب الاهل جزء منه قنانية وجزء منه حب جزء منه قنانية ان الاهل كانوا رفضين من انتم تتجوزوا وانكم تبعيدوا عنهم علشان خاطر هم محتاجينكم وجزء التاني حب ان هم خايفين يفرطوا فيكم فاطرحوا لحد يأذيكم او يعمل فيكم اي حاجة تضركم فهم يكونوا زعلانين وحزانة فحبوا ان هم يخلوكم جنبهم او يضيع عليكم فرص كتيرة للزواج والاستقرار اه طبعا اه الاهل دول دلوقتي شايفين مدى الخطأ اللي هم عملوه شايفين مدى الفادحة اللي هم عملوها وعايزين يغيرهم من الامور وان شاء الله ربنا هيبعت لكم اولاد الحلال اللي يستهلوكم وهيكون فيه ان شاء الله مصلح للحال ورضها من طرف الاهل سواء اه رجاء يعني الابة او الامة واحدة وان شاء الله هيتم زواج وخطبة قريب جدا وهيكون فيه ساعدة كبيرة لكم وزي ما بيقولهم كل الكل اللي بيصبر بينول واللي يعني سكيته صبر اخرها جبر جبر للخاطر وجبر للحال اه اسفة ان انا طولت بس خلينا بس نجيب اخر ورقتين واللي اخر ورقتين لبرج الميزان بيقولهم ان ان شاء الله خلينا نقول ككل لبرج الميزان في ان شاء الله رجوع الحبيب من الماضي علاقة طيبة علاقة صول ميت علاقة تو امروح علاقة جميلة جدا هتكتمل قريب جدا وهيكون فيها طاقة ايجابية كبيرة ليكم اهم حاجة يكون عندكم ثقة في الاشخاص اللي انتم هترتبطوا بيهم وحاولوا ان انتم تتكلموا معاهم وان يكون فيه رحابة صدر واتساع للأفق والعقل وان شاء الله هتكون علاقتكم كلها نجحة يا برج الميزان لما احنا شفنا القراءتين الاخريتين من ورق الرومانس طورت او ابراء الرومانسية واللي بتكمل قراءتنا العاطفية بترد علينا وبتقول لنا ان شاء الله اللي جاي خير يا برج الميزان ترجمة نانسي قنقر